اشتركوا في القناة المرض دوت بيصيبوا الاطفال من سن شهر لغاية 16 سنة والغاية هذه اللحظة الانتشار تقريبا 230 شخص في 20 دولة ده حسب ما طلقته مكاتب منظمة الصحة العالمية العدد مش كبير لكن خطورته ان هو في عدد من الاطفال تم زراعة كبد ليهم وان في حالة من الاطفال توفت نتيجة التهاب الكبد الغامد اللي بيصيب بعض الاطفال خلينا نعرف اجراءاته الاحترازية نفهم اكتر اللي بيحصل مع ضيفة هنا في السوديو الدكتور محمد عزة العرب استشاري الكبد المعاد القومي الكبد والامراض المعادية والمستشار الطبي للمركز المصر للحق في الدواء أهلا محراجك دكتور أهلا محراجك دكتور أهلا محراجك بس نطلع نتابع الأول هذا التقرير وبعد وعلا طول نبدأ أحوارنا مع الدكتور محمد عزة العرب خليكم معنا فيروس جديد غامض أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية يتفشى في نحو عشرين دولة بالعالم وتثير التهابات الكبد الحدة مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة حيث سجلت حالات كثيرة وينكب علماء من العالم أجمع على البحث عن أسبابها من جانبها أعلنت سلطات الصحية الأمريكية أنها تحقق في 109 إصابات غامضة بالتهاب الكبد لدى الأطفال في الولو من 200 حالة ويبلغ معدل أعمار الأطفال المصابين سنتين فقط ويرجح أن تكون الإصابات مرتبطة بنوع من الفيروسات الغددية وهي فيروسات شائعة لكن لم ينسب لها سابقا التسبب بالتهاب الكبد لدى الأطفال حيث أن أكثر من نصف الأطفال المصابين بأمريكا ثبتت إصابتهم بفيروس غددي يسمى النوع 41 ويعرف عنه بالتسبب بالتهاب المعدة والأمعاء ومن الفرديات المطروحة هو أن الرد المناعي على هذا الفيروس الغددي قد يتعطل جراء عوامل أخرى أو عوامل بيئية مثل الاحتكاك مع حيوانات أو تعرض لتوكسينات الأعراض المحتملة لدى الأطفال من هذا الفيروس الغامض التقيق والبول الداكن والبراز الشاحب لكن المطمن أن حالات التهاب الكبد الحد هذه نادرة برحب بحرقكم مرة تانية وبعد الترحيب بالدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد بالمعدة القومي للكبد والأمراض الماضية برحب بحرقكم مرة تانية دكتور إيه حكاية الموضوع الكبد الغامض ده التهاب الكبد الغامض يعني العالم كله بداية معرفته بهذا الموضوع تحديدا كان في 5 إبريل الماضي التبليغ سلطات صحية بريطانية للمنظوم الصحي العالمية أن فيه حالات مكتشفة زي ما قال التقرير كان عمر يعني أكثر من شهر والغاية في بريطانيا كان الغاية عشر سنين الـ CDC لأقل من 16 سنة لغاية شهر البداية التبليغ 5 إبريل أن فيه حالات لأعراض معينة هي أعراض التهاب الكبد الحد ارتعب درجة الحرارة زي ما قال التقرير الصفرة لون البول بمغامق البراز بفاتح عياء شديد جدا عراض جهاز هضمي قائس هال ألام في البطن الحاجات دي كلها المشكلة اللي هي فعلا خدت الانتباه أن حوالي 10% لـ 14% احتاجوا لزراعة كبد فإذا ما وضعنا رغم الحالات الحمد لله أوليلة يعني نتكلم دلوقتي الحالات المكتشفة بريطانيا كان حالات بدأت تسجيلها بابتداء من يناير السنة دي الـ CDC بدأت تلاحظ الحالات دي الأمريكية في من أول أكتوبر 2021 عشان كده اشتباه أو تعريف الحالات المشتبهة الـ CDC يختلف عن السلطات الصحية البريطانية ولكن بشكل إجاز يعني الندم دول هو التاب كبد 1 بيصيب أطفال أقل من 16 سنة لغاية سن شهر تقريبا ويبقى أعراضه اللي احنا قلنا عليها زائد لما نعمل أن وظائف الكبد بيلاقي الإنزيمات بتبع عليها جدا يعني حوالي 500 واحدة لكل 100 سنتي زائد أن احنا غير معروف لسبب إحنا يا أستاذ محمد أكتر خمس فيروسات بتصيب الكبد للخمسة اللي من A ل E A و B و C و D و E طيب ولا طفل من دول لقوا أن عندهم الفيروسات اللي هي بيسموها الفيروسات الكبدية اللي هي بيسموها هباة التربية اللي هي بتستوطن الكبد ومن ثم سميت أو صنفة هذه الحالات إنها مجهولة السبب يعني بعيدة عن الخمسة دول بعيدة عن الخمسة لكن لقوا بقى النسبة غالبة فيهم يعني حوالي 70% منهم سواء المكتشف فيه بريطانيا أو أمريكا أو الدول الأخرى زي ما لتقرير أكثر من 20 دولة دلوقتي إن حوالي 70% منهم لقوا أن فيه فيروس الغدي ليس الغدي دي لا الفيروس الغدي اللي هو الأدنوفيروس وعندنا خمسين نوع الأدنوفيروس لقوا أن فيه نوع واحد اللي هو الموجود اللي هو نوع 41 فهنا بدأ أن الشكل يبدأ دلوقتي معنا أنه نبدأ أن نكون فكرة عن صورة هذا الكبد الحالي طب ما نفهم الناس إيه الفيروس الغدي ده ونوع 41 جميل أنا عندنا فيروس الغدي النوع كتير قوي يعني حوالي 50 نوع الفيروس ده يعني بسيط يمكن معظم السكان البشرية أو معظم البشرية أصيبوا في سن الخمس سنوات الغد سن الخمس سنوات بيجي كتير قوي بصورة بسيطة ممكن عرض جهاز هضمي ده الصفة الغالبة في الفيروس الغدي ده أو بعض عرض الجهاز التنفسي لكن المرة الأولى عشان كده بقول لك مجول السبب دلوقتي المرة الأولى اللي احنا بلاقي هذا النوع من الفيروس إنه هو بيصاحب شريحة التاب كبدي حد إنه بيجي بشكل التاب كبدي مع صفرة مع انزمات الكبدي تعالية جدا مع الحاجات ده كلها والنسبة تدخل ليه مثال زراعة كبد مع الأطفال دي أول مرة بيلاقي الموضوع ده في هذا النوع من الفيروس طب هل الأعراض بتيجي هجوما ولا بيبقى ببتدي بشكل تدريجي شوفها وحد كلمة حد إنه بتيجي بشكل سريع شوية يعني مش إنه مزمن يعني مثلا نقول معظم حالات الفيروس معظم تعدي مثلا بشكل الدور الحد ما بيظهرش قوي بيظهر الدور المزمن بعد فترة طويلة يبدأ العياء والحاجات دي وبعدين ما عمله تحليل أي الموضوع الفيروس لا الفيروس ده بيجي بشكل حد يعني طفلي بقى كويس وبعد كده بتبدأ عليه العرض السخنية القيء الصفرة اللي حياتنا نقولنا عليها دي يعني فده أول عرض تتشك فيه يعني خلال أزبوع أزبوعين بكتير بيبتدقى بدايته بتبقى السخنية مع القيء مع الألم في الماء ده بزاعة عرض جهاز الهضمي والحاجات دي كلها ونجد نعمل التحليل بنلاقي ليه الموضوع ده بنعمله فيروسات ما نلاقيش عشان كده التوصيات اللي هي يعني خلينا يعني ميزة دلوقتي يعني خلينا نقول لأسي محمد إن بعد الكوفيد نايتين وكورونا أصبح الوعي الصحي في العالم كله زاد صحيحي وأصبح من نظمة الصحة العالمية هل لها من الأنظمة اللي هي التوجهية والتحذيرية لكل دول العالم نبت ايه بتقتضي بيها فاللأ رغم إن احنا قلنا في التقرير إنه ومتين وثلاثين حالة بس دي اعتبر ولا حاجة لما نقول بداية الحالات من أكتوبر حسب سي دي سي أو من يناير السنة دي نتكلم حوالي ست شهور سبعة شهور في متين وثلاثين حالة يعني في العرف الإحصائي ولا حاجة لكن إننا ألاقي في نغاية معينة فئة عمرية معينة وإن فيه نسبة خطورة وممكن يدي منطعفات فشل كبدي باعتلال دماغي باحتمال إنه نعمل زرعة كبت هنا كان المؤشر لازم أهتم كدوى العالم بهذا المرض حتى لو كان حالته حالاته أو عدد حالاته قليلا نسبيا صحيح الوضع دلوقتي على المستوى العالمي ما نقولش إنه احنا الموضوع بينتشر بشكل كبير ولا إنه توجده في عشرين دولة بيدقه نقوص قطر إنه ممكن يبقى زي كورونا كالزي كوفيد ده سؤال مهم جدا لما نيجي نقول إن الحالات يعني مثلا الإحصاء من بداية خمسة إبريل كان بندخل مثلا في ستين سبعين حالة في بريطانيا وحالات في بريطانيا وبعد كده نلاقي دلوقتي النهاردة لقى المتين وثلاثين والتقريز طالع يوم من ثلاثة يوم بالضبط يوم ستة مائة في عشرين دولة لا ده في أمريكا كمان لقوا مئة وتسع حالات تحت ليه تحت الفحص وفيه خمسين حالة تانية بيدرسوها زائد النسبة وفيات هناك يعني لقوا إن فيه خمس وفيات غير التقريب بتاع منظوم الصحة العلمية إن فيه وفاة واحدة فيصبح الموضوع بلاتي تحت البحث يعني لاتي ده مؤشر إن تحت البحث يا دول العالم خلي بالك إن فيه نوعية الأطفال دول اللي هم أقل من 16 سنة لو حصلت العراض كيت وكيت وكيت وعملت تحليل الإنزيمات اللي قيت فيه ارتفاع عالية ما لقيتش فيروس لها A ولا B ولا C ولا D ولا E لازم إبحاثي بقى هنا بقى التوصية عن مجموعة أخرى من الفيروسات منها الفيروس الغدي برضو لأنه فيه النسبة اللي هي الحالات المكتشفة دي النسبة وليه لكوفيد 19 اللي هنا فيه النسبة وليه لأينا إصابة مصداجة بين الكورونا وبين الفيروس الغدي ده فالتوصيات إن أنا بعمل تحليل البي سي آر للفيروس الغدي لو لقينا صفات المرض اللي احنا قلنا عليها دي لمجموعة الفئة العمرية دي اعملي تحليل بي سي آر اللي هو الخاص بالأدنوفيروس الفيروس الغدي والتحليل ده مش بلازم بس لا بيسموه الهول بلط بالدم يعني تحليل بي سي آر الدم الكامل وفي نفس الوقت أخلي بالي وأبلغ يعني لو لقيت إن هو فعلا فيه العراضي موجودة وإن لقيت إن فيه الفيروس الغدي ده موجود لازم أبلغ لأن لازم أعرف التاريخ التقصي الوبائي لغاية دلوقتي مجهول يعني الفيروس الغدي زي مطلح حضرتك يعني ما قلناش نقل بسبب التاب الكابدي بالشكل ده التاب الكابدي الحال فلازم أبلغ ولازم نشوف التاريخ بالزبط التفرد أخذ الدولة معينة هل تعرض لحاجات معينة هل تعرض لعامل أخرى بيئية فالحاجات مهمة جدا طيب هل فيه علاقة بين كوفيد 19 والالتهاب الكابدي الوبائي دوت لأنه كان فيه كلام شوية بيصار إنه ممكن بقى اللقاحات ممكن الكوفيد ذات نفسه ممكن يعمل حاجة زي كده ده طبعا مهم جدا كان طلت يعني احتمالية إن التطعيم لكن ثبت إن أكتر من 90% من هولاء الأطفال ما أخذوش تطعيم من الكوفيد 19 ونتعرف التطعيم أصلا يعني من سن خمس سنين فما فوق ففيه أطفال كتير جدا في العمراء أقل من خمس سنين فإذا موضوع التطعيم ألغي موضوع الكوفيد 19 موجود لقوه في النسبة بس نسبة بسيطة نسبة حوالي 20% وما لقوهش إن كوفيد 19 كوفيد 19 ممكن الكورونا يعني ممكن بساب ارتفاع في النزيمات بس مش رقم الانزيمات العالية اللي أوصل لـ 500 مع العراض الأخرى وإنه نحتاج لزرع كبد دي ما لإنهاش طب الحمد لله طب كان في عدد حالات كبير في بريطانيا لقوا إن من ضمن هذه الحالة 64 حالة في الأطفال كان عندهم كلاب هل موضوع برضو قيد البحث ولا بيميل أكتر اللي من ممكن يكون ليه علاقة بالطريبات الكلاب أو ما إلا ذلك ما هي دي تحت البحث وتحت الفحص يعني دلوقتي المعينيني فين أكتر اللي ما نقدرش نجزم حتى موضوع صاحة العالمية لغاية دلوقتي ما فيش جزم بالموضوع ولكن حطت الفئة دول في مرض مسمع حاليا التهاب الكبد الحاد الغامض على أساس غير معروف ما قدرش أقول رغم الفيروس الغدي 70% عندهم تقريبا ما قدرش أنه هو السبب ليه بقى لأن أول مرة نلاقي الفيروس الغدي ده أنه يعمل التهاب الكبد حاد بالشكل ده واللي نقول اللي حضرك بيجي بأعرض جهاز يعني هضم شوية الحاجات دي كلها ممكن التهاب في جهاز تنفسي بسيط لكن يجي بالشكل التهاب الكبد حاد وممكن نسبة فيه بدخول مضاعفات والنسبة دي مش قليلة لما قوله 10% لـ 15% بيحتاجه زرع كبد دي نسبة مش قليلة طبعا هل فيه نصائح الحرارات اللي عنده أي حيوانات أليفة اللي هم دي كإجراءات احترازية ولا نتعامل عادي عشان بس ما بقاش فيه ألأ من الأطفال اللي عندهم كلاب أو كده يعني الغد لقاتة ما فيش توصية طيب حتى ما فيش توصية يعني بريطاني يقول لقاتة أكتر 160 حالة اللي هم تسجلين يعني ما فيش توصية من أنا أمنع الصفر لبريطانيا أو ألاحظ الناس اللي جايين منها ما فيش توصية دي كده خالص أو الدول ظهرت فيها يعني ما فيش توصية بدي كده لكن هم نقول توصية الهم بأي اللي بيسموه النظافة الشخصية بمعنى ايه أنه لازم غسل الأيدي بالماء وصابوم شكل جامد قوي لو أي طفل حصل عنده أي أعراض لازم أعزله في البيت وأخبرك يعني لقينا أنه فيه النسبة ممكن يكون عن طريق الإفرازات المصاب عن طريق الرزاز ممكنين العدوة لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي برضو لسه الأمور لكن لازم الإجراءات اللي هي الآن خدناها الوقائية بالنسبة للعزل المصاب والتبليغ والإشاف الطبي لأن لو العراضي موجودة بيفضل ادخال المستشفى الإجراء اللي هي البحوث الكلام عن موضوع استخدام البرستمول أنه مش مش مستحب أو بيئتي بمضاعفات هل برضو ده قيد البحث أو يعني في حالات كان حصلها مضاعفات أنا أشكرك في السؤال ده هو البرستمول معروف لو جرعات عالية لو جرعات عالية يعني أكثر من أربعة جرام في اليوم ممكن يؤدي ليلتاب كبدي حد لكن بالنسبة الموضوع اللي هم نتكلم فيه دلوقتي لا يوجد علاقة إن أنا أقول إن البرستمول مع هؤلاء هم هو ده السبب لأن المعروف البرستمول عشان يعمل لتاب كبدي حد لازم يكون بجرعات عالية لأن فيه أسباب أخرى لتاب كبدي الحد زمنا الفيروسات اللي من إيه لإيه لو فيه بعض أمراض زي ويلسون أمراض الأيد لو لإينا فيه بعض أمراض الجهاز اللي بيسميه الدوري فيه بعض الحوامل لكن فيه عمره الأطفال دي بنشك أكتر في موضوع الفيروسات طيب الحركة بتتكلم في موضوع البرستمول هل يحرك من كبار شيخ المشايخ في المجال دوت هل حركة نصيح حركة للأطباء إن هم يستبعدوا موضوع البرستمول في العلاج لقدر الله مع أي أعراض في هذا المرض شوف من جانب احترازي إحنا همتكلم أطفال دلوقتي اللي هم الغد سنة 16 سنة لقيت وجه التوصية إن أنا ما استخدمش ببرستمول مغدو الوقت مغدو الوقت لكن من معروفته بأننا بزلطة لحضرتك إن لو ببرستمول خدته بجرعات عالية ممكن تسبب لي مشاكل كبير التاب كبدي حد بجرعات عالية أيوة يعني أقول أربعة جرام معناها فوق لأربعة برشام ثمان برشامات يعني عند برشامة غالي ما بتبقى ببرستمول خمسمية فيه بتسعي فيه واحد جرام لكن هي التوصية إن أنا دايما ما تديش للنقطة دي مهمة لأن فيه بعض الناس بيدوا ببرستمول للحرارة ممكن بجرعات زيادة ولو فيه أطفال صغرين كمان بيبقى المشكلة الأخرى بيبقى حرارتهم مرتفعة جدا فمحتاج إن هو يعمل هو ده طبعا النقطة مهمة بس ما تديش الجرعات العالية مديرة وممنوع الأسبرين لأن لقينا فيه مرض معايا اسم مراي ده لو ديت أسبرين للأطفال ممكن يؤدي المضاعفات خطيرة جدا بالنسبة لي الكبد في مسألة رفع الدرج الحرارة ففي توصيات بالنسبة للأطفال في هذا المجال ربنا أحفظ أطفالنا يا رب عايزة أقول في ربع ثانية إن موضوع هذا المرض لم يكتشف في شرق المتوسط ومن ضمنها مصر لغاية دلوقتي ما دستو قول اللي جاي لكن ما فيش في المنطقة بتاعتنا كلها حتى دلوحظة لم يتم الإبلاغة لم يتم الإبلاغة لم يتم الإبلاغة حالات مسجل غاية الحمد لله طب الحمد لله طب يعني هي دايما في مقولة جميلة كده وبتبقى الواحد دايما أما بيتزني بيبتدي يبصلها الوقاية خير من العلاقة طبعا طب النصيح العامة في هذا التوقيت لكل الأسر المصرية فيما تعلق بالتعاون مع أطفالهم يعني والتنبيه عليهم بقى إن النصيح العامة اللي نقدر نأكد عليها للفترة ديت تشوف إن أنا يعني أهتم بجهز المناعة التغذية السليمة التهوية السليمة الإجراءات النظافة الشخصية يعني نعود ولادنا يخسل أدوهم بالماء وصابون بطريقة صحيحة بشكل كبير نحن الموضوع ده خدوا اتعلموا فيه في المدارس وفي البيوت بس الأسر برضو على البلاحة العملية نحن ساعد ننسى أشقاء يعني ده لازم نريح مستمرة واضح كدس لأن أولادنا بيتعرضوا في المدارس الاختلاط في الحضانات الحاجات دي كلها فلازم نأخذهم الأمور دي مهمة قوي قوي طيب هل النصيح أكل برة أكل جوة موضوع الأكل للفترة أشكرا طبعا يعني ده برضو عشان طبعا طبعا أنا عايز أقول حتى المية أخذها معاين ببيت يعني لازم الطفل ما خلوش يستخدم المية أو يستخدم من زميله عطش الحاجات دي لازم يبقى فيه البوكس بتاعه وتشامل كل حاجة سواء التغذية سواء المية الحاجات دي كلها ما يحتاجش حاجة من برة ونفهمه ما ياخدش حاجة متاع ما يشتريش حاجة لأن أحيانا في بعض المناطق النائية فيه باعة جائلين الحاجات دي كلها لا أنا عايز أقول مش موضوع لتهاب كاف دي حال لا لازم ثقافة الصحية لأطفال نغرز فيهم بالسلوك الصحي السليم يعني هيا محتاجين نحافظ على أطفالنا شوية اللي من دولت وموضوع بقى نرجع تاني بالكحول في إيدينا ونفهمهم مرة تانية ونحافظ عليهم يعني طيب هل حرك لقدر الله الحالات اللي بيتم التعامل معها داتي هل فيه بروتوكول أو يعني زي استرشاد دوائي للتعامل مع الحالات اللي تم إصابتها في بريطانيا أو في أمريكا بالتهاب الكبد الوباء الغامض دوت طبعا فيه العلاج بمقسم جزئين فيه علاج العرض يعني التهاب الكبد مفهول اللي هو الغدي اللي هو الغدي اللي غاية دولت الغدي اللي غاية دولت اللي يوجد علاج تخصصي يعني ما فيش برشاة معينة أو حوام معينة ضد الفيروس الغدي ده بسميه تخصصي ولكن فيه طفل عنده التهاب الكبد لا معرف بدي حاجات فيه بعض اللي أنا بقدي آي في اللي هو المحاليل وريدية معينة لازم أدي حاجات معينة تريح الكبد الحاجات دي كلها معهم ملاحظة التحاليل بشكل مهم مع بعض المدعمات يعني فإحنا بنتعامل الضغط على الكبد العادي مش العادي يعني يعني فيه يعني زوال حضارك الناس دول يعني الأطفال دول لغاية دلت الحمد ما فيش حالات مصر بس لازم أخذهم بحرص ليه بقى لأن بتوقع فيه نسبة مضاعفات فيهم قد تستدعي زرعة كبد فمعنى إيه لو لديت فيه علامات زيادة في الأمونيوم مثلا يعني اللي هي بلاقي فيه اعتلال دماغي لو فيه أعراض إكلينيكية معينة لا ده بحكيزه في الرعاية على طول وباخد معايا الإجراءات فعلا أن أنا ما دخلوش فيه فشل كبدي الحاج بتدخلي لمسألة زرعة الكبد ولازم نحن هيكون عندنا ثقافة حاليا مسألة نحن نكون جاهزين بزرعة الكبد لو لا قدر الله الحالات دي بدأت تزر في مصر لا قدر الله فلازم نحن نستعد ودي فلسافة من نظام صحة العالمية يا دول العالمية مرغم الحالات قليلة جدا بس يكونوا مستعدين طيب الحرك عشان يعني هو الموضوع كله طبعا ربنا يسترها علينا وإن شاء الله ما يجيش مصر خالص بس نبقى عشان احنا منتنبهين إيه اللي حرك الأعراض حتى لو بعيد عن هذا الوباء الغامض أو التهاب الكبد الغامض أن لازم أنا أتحرك فيها بسرعة عشان أقدر لو شفت ألمحت أي أعراض هذه الأعراض على أي طفل أن أنا الأفضل أن نروح المستشفى وأن أنا نروح للدكتور أتابع الحالة وأتطمن على الحالة خلينا أقول سبحانه دي حقيقة أن احنا بلاقي الأسر دلوقتي والأمهات عندهم معي كبير جدا بلاحظة أطفالهم يعني طفل نشط لايق حركته قلت بقى فيه قدان شهية للأكل فيه ضعف عام التغييرات دي اللي احنا قلنا عليها الصفرة بدأت تزار في الأطباء بالعين بالعين دي دي أهم حاجة لأن البول دا الأمهات فعلا بتبدأ تحس الألام الولد مش طبيعي مش هده ممكن بقى فيه عراض جهاز هضمي الحاجات دي كلها ما سنناش حتى يعني لو فيه أي عرض حتى لو وإسهال وارتعف دارة الحرارة وكلام ده أقدر تحرك الإشراف للطب يعني عايزين نبطل فلسفة وخلينا أقول بصراحة لأهالينا كلهم فلسفة نروح للصدلية نروح للصدلية وروح يعني نحتراب لكل الزمرة كل واحد له تخصص لازم الإشراف للطب من أول حدوث العرض صحيح وده دي نقطة مهمة مش إننا يعني إيه أبتدت طبعا في دا وكان معايز كنت بغضو أو أظهر يومين بكري بقى كويس بعد بكري وكويس لا مفيش كده لأي أعراض خفيفة مفيش مشاكل نحن نروح أطمت بعدين مش لازم عيدات خاصة ولازم الدكتور غال يعني يعني حتى المستشفيات عندنا حتى كل يعني عندنا عيدات الكام في كل المستشفيات سواء الجمعية ووزارة الصحر وكل الموجود طيب الدرجة التنبيه اللي شغال عليها منظمة الصحر العالمية دلوقتي وقفة في مرحلة في أي مرحلة هل مرحلة الترقب ولا يعني ممكن في الله أحظى وإله راحنا بنتكلم من إبريل لغاية أول مايو بنتكلم في عشرين دولة فهل ممكن يبتدي نرفع تاني درجة منظمة الصحر العالمية ترفع درجة الخطورة ما إلا ذلك منتظر طبعا فيه تأسمات منظمة الصحر العالمية للإبلاغ يعني شفنا الكورونا مثلا درجة التبليغ اللي نسموه variant of concern يعني اللي هي مصيرة الاهتمام وأخبرك الحاجات دو كلها فيه درجات لكن هو الحصد لوقتي لم يتم وضع هذا أنه هو مصير الاهتمام على صحر العالم ولكن هو تحذيرات وخلي بالكم وبلغوه عشان نقدر احنا كلنا كدول عالم نعرف السبب بشكل أفضل ونشوف تقصل وباقي نعرف هل تعرض للأحيونات الأليفة له سبب مباشر ولا مفيش ندخل بتحليل معينة أكتر لكن التوصيل حاليا أنا فأعمل تحليل اللي هو نيوكليك أسد اللي هو بي سي آر بالنسبة للفيروس الغدي دي التوصيل العالمية دلوقتي بالنسبة لنا ماشيين بها في هذا الاتجاه طب هل يعني كدور منظمة صحة العالمية بتاكيد التعاون مع وزارة الصحة المصرية إن بيتم التشاور ووضع الوزارات الصحة في مختلف دول العالم عن الفخصات اللي بيتموها اللي تمت على الأطفال اللي تم صبتهم في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية عشان يبقى لطبال زي حرارتكم يقدروا يقربوا للحالات دي أكتر يشاركوا حتى في معرفة ليه غامض هذا المرض وتصنيفه وتشخيصه ممتاز جدا دلوقتي مسألة بسببون الكمميليكيشن أو تواصل عندنا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية موجود في مصر وخبرة حضرتك عندنا التعاون والتواصل مستمر جدا التأكد من التقنيات المعينة سواء للكشف أو طرق العلاج أو الحاجات دي كلها بفيه تواصل شديد قوي وخلينا نقول إن إحنا المنظمة الصحة العالمية إحنا حتى في مصر سواء من ودرات الدولية اللي أخدت يعني إبهار العالم زي 100 مليون صحة كم نظمة الصحة العالمية دخل معنا في الموضوع دا فهي مش بعيدة عنها وهي بترأيب كل الخطوات بالنسبة لنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا الدكتور محمد عز العرب استشار الكبد المعاد القوم اللي الكبد والأمراض المعادية والمستشار الطب للمركز المصري اللي حق فيها الدواء شرفتنا دكتور الله يبقى شكرا جزيلا ربنا أحفظ أولادنا وزي ما اسمعنا من دكتور محمد عز العرب شخصنا الحالة أعراضها عاملة إيه يعني الوقاية والنظافة والحرص ومراقبة الأطفال المهم جدا في الفترة اللي جاية نرجع لها سمحت القحول اللي تاني النظافة الأكل بقى من البيت المية بتاعتهم فنتمنى ان احنا ناقب بالنا بالفترة اللي جاية دي ان شاء الله لغاية ما نشوف موضوع التهاب القبض الغامد دوت لسا المستمرين معاكم في هذا الصباح بعد الفاصل موجز لأهم الأخبار الاقتصادية وزميلة شروة حمدي وبعده وقف حواري أخرى مع زميلي شهاب شعلان خليكم معنا